أهلاً أحبانا مشاهدينا في كل مكان اليوم رح أتكلم عن موضوع كتير كتير مهم موضوع بعنوان المحبة الباردة شو هي المحبة الباردة؟ وكيف تبرد المحبة؟ تعرفوا زي النار اللي بتحتاج للحطب بتحتاج للوقود؟ هكذا المحبة المسحية تحتاج أن تشتعل وكيف تشتعل هذه المحبة؟ إنك تكون قريب من المصدر وما هو المصدر؟ هو شخص رب يسوع المسيح له كل المجد فنحتاج دائماً أن نتقدم بثقة إلى عرش النعمة نحتاج أن ندخل إلى الأقداس بدم يسوع المسيح لأن المسيح أكمل عمل الفداء الكامل بموته على الصليب وقام من بين الأموات وهو حي في كل حين ويرسل لنا الروح القدس الذي يعزينا ويلازمنا ويمكث فينا ويكون معنا حتى يقوينا ويشجعنا وينهضنا وتلتهب قلوبنا حتى نكون حارين في الروح واحدة من سمات آخر الدهر العلامات اللي بنشوفها في الأيام الأخيرة هو برودة المحبة وسمحوا لي أقرأ آية من إنجيل متى إصحاح 24 والآية 12 مكتوب ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين بيتكلم عن ازدياد الخطيئة وازدياد الإثم في آخر الأيام الخطيئة هي خطيئة من أول التاريخ لكن للأسف الخطيئة أصبحت مشرعة قانونياً في العديد من الدول وبشكل علني عم بيقولوا لأ الله أبعد عننا إحنا مش محتاجينك ولا عاوزين طرقك ولا عاوزين نتبع مبادئك أو الأخلاقيات اللي بتتكلم عنها فيصاب الإنسان بالعمق الروحي فبيبتدوا يتقبل أي شيء آخر الديانات المزيفة والهرتقات وحتى رجال الدين بيبتدوا يبعدوا عن الله عن المصدر بيبتدوا يتكلموا بفلسفات بشرية وبيبتدوا يتكلموا بحلول بشرية بدل ما أن يكون حل الروح القدس وأن الله يلهب ويدرم ويشعل قلوبنا بنار الروح المتأججة في صدورنا وفي قلوبنا وهي الأيام عم نشوف فيه برودة في المحبة ولكثرة الإثم خلاص من كتر الخطية المحبة عم بتبرد بتبرد في الكنايس بتبرد حتى في وسائل الميديا المسحية الناس بطل عندها الاهتمام الروحي سواء أنك تكلمها بموضوع فيه مفرقعات عشان تلفت انتباهه والنتيجة بنهاية الأمر هل أنا تغيرت أمام الرب يسوع ولا أنا ما زلت نفس الشيء بس حبيت هذا الموضوع مثل ما بقول الكتاب يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات والكتاب المقدس بيتكلم عن بعض هذه السماء بقول عنهم بلا فهم ولا عهد يعني بتشوف حتى برودة في الزواج وعن بيكسروا العهد عهد الزواج ولا حنو ما فيش الحنية هاي ولا رضا ولا رحمة بتتحول القلوب قاسية وأصعب شيء أنك تتعامل مع القلوب القاسية اللي ما عندهاش رحمة ما عندهاش حنية ما فيها محبة للناس وهاي المحبة اختبار فإن محبة طلاقة قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا وعندما نتوج المسيح ربا ومخلصا على حياتنا وعلى قلوبنا نمتلئ من الروح القدس الروح القدس بيسكن فينا وبتصير القناة مفتوحة كل ما نصلي الله بيملأنا وبيملأنا وبيملأنا مزيد من الروح القدس بقول في تمثاوس الثانية إصحاح الثلاثة برضو عن آخر الأيام لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم محبين للمال لأن محبة المال هي أصل لكل الشرور ومحبة المال اللي هي الطمع والطمع بيسميه عبادة الأوثان فالنتيجة بتبرد المحبة في الناس بتصير تدور على محبة أخرى على علاقة أخرى على وسائل أخرى بتحاول تدور على أشياء خارقة حتى تقنع أنفسها وحتى الله تظلها مستمرة في هذا الموضوع وعم بتترك وبتتراجع عن محبة الرب الكتاب المقدس بيعلمنا بقول وأما المحبة فلتكن بلا رياء يعني ما تكون فيها رياء أو تمثيل تكون حقيقية من كل القلب وبعدين بقول يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق يعني خلي محبتك تكون عملية يعني كتير مرات بتقول لشخص بتحب أين العمل الأكشن وراء هذه المحبة ممكن تقول لوحد محتاج أو فقير ربنا يعطيك أنا بحبك وبالواقع أنت عم تبخل عليه أنك تشاركه الجاكيتب تبعتك أو الشيء اللي الله أعطاك إياه فهاي المحبة عم تبرد عم بتخف والقلب عم بيتقصى وهي واحدة من العلامات الأخيرة خلينا أختم بتحذير تحذير الرسول يحن اللي تكلم بإسهاب عن موضوع المحبة تكلم لكنيسة أفسوس لما تكلم لهاي الكنيسة قال وتعرفونا محبة المسيح الفائقة المعرفة ويتكلم عن هاي المحبة اللي صعب تستوعبها في العقل الإنساني طولها وعرضها وعلوها وعمقها يعني لها أبعاد كثيرة وأعماق وآفاق لا تستطيع أن تستوعبها إلا إن ولدت من الله ولادة روحية ولادة ثانية ثم بيتكلم برسالته الأولى إصحاح ثلاثة والآية الأولى يا أولادي بيتكلم انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله تعرفوا اللي بعجبني بشخصية يسوع المسيح إنه بكلم أقوال لكنه فعل أفعال وعلى فكرة أنا أتعجب من ناس بتتبع دين وبتتبع عقيدة طب أدرس مين هو المؤسس اتبع خطوات حياته اتعلم عن حياته وقارنها في شخصية يسوع المسيح النور الحق وهكذا لابد أن تصطدم بحقيقة كتير كتير مهمة أن هذه المحبة لن تجدها في أي مكان آخر وهل يوجد أي نبي في هذا الوجود قال أنا أحبك اسمع ما قال يسوع المسيح ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه ثم يقول الرسول يحنى نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة من يبغد أخاه فهو قاتل نفس ومرتاني يقول يبقى في الموت فإذن هذه المحبة كلما ازدادت محبتنا أحبت كثيرا غفر لها الكثير لأنها أحبت كثيرا كلما ازدادت محبتنا للرب ازدادت علاقتنا وتقربنا وفعلا علاقتنا بتصير حميمة وجميلة ولذيذة تتلزز بشخص الرب لكن التحذير الأخير اللي اتكلمت عنه الرسول يحن تكلم لكنيسة تأفسس قال عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى فانظر من أين سقط وتب واعمل الأعمال الأولى لألا آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب شو الجريمة هي المحبة القليلة عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى أين محبة الخطبة محبة العرس والإكليل المحبة المتضفقة في القلب المحبة اللي بتخليني أعشق الرب يسوع المسيح هاي المحبة أحبائي عندما تتلاشى تتغير بمحبة أخرى بعلاقة أخرى ما هو شو اللي بتصير شو هي الخيانة إنك إنت بتدور على محبة أخرى من نوع آخر ممكن محبة جنسية أو علاقة أخرى غير الزواج أو ممكن محبة العالم محبة العالم اللي بسميها الرسول يعقوب هي عداوة لله فخلينا نصلي يقول له يا رب شفيني أجج في قلبي محبة جديدة لشخصك واضح لي عن هاي المحبة حتى أحبك من كل القلب ومن كل النفس ومن كل الفكر حتى أستوعب هذه المحبة الفائقة وحتى أدخل في علاقة حميمة معك والعلاج انظر من أين سقط وتوب فإذا أنا محتاج أتوب للرب وأضع ثقتي وإيماني في الرب يسوع وأقول له ارحمني أنا الخاطئ تعال غير حياتي وسود أنت على حياتي وملأني محبة بالروح القلوس حتى أحب كل الناس والأعداء أيضا إذا الرب بألمسك وباركك بحب أسمع منك إذا بتحب تحط لايك وكمان كون شريك معنا في الخدمة اعمل شير لهذا الفيديو حتى آخرين يتباركوا من هذه الرسالة والرب يكافأك ويكون معك شكرا للمشاهدة